تكامل لحد تحت القيمة المطلقة طبعاً تعريف القيمة المطلقة تعريف القيمة المطلقة هي بعد العدد عن الصفر ولهذا نحن نقول المطلقة عمل العدد مجرد هي بعد المهم حتى نكامل القيمة المطلقة نبدأ الحل أش نعمل أول شيء؟ نصفر المقدار الذي داخل القيمة المطلقة يعني 2x ناقص 4 تساوي 0 2x تساوي 4 x تساوي 4 على 2 x تساوي 2 وجدنا قيمة x نضع قيمة x هذه على خط الأعداد لا تضع لي قيمة x على خط الأعداد بعد قيمة x تنزل المقدار بالحالة الموجبة يعني 2x ناقص 4 بالحالة إيش قبل نفس المقدار 2 ناقص 4 بالحالة السالبة لأنه بعده خدمة 3 2 في 3 ستة ناقص 4 الناتج موجب قبله مثلا 1 والصفر إذا نعوضهم بهذا يطلع الناتج سالب إذن أول خطوة نصفر المقدار ثلاني داخل القيمة المطلقة تطلع قيمة x نضع على خط الأعداد بعدها المقدار موجب قبله المقدار سالب وأخيرا ننزل حدود التكامل 1 و 3 الواحد قبل الاثنين الاثنين بعد الاثنين إذا ما صار عندي صار عندي تكامل من الاثنين العفو من الواحد من الواحد للاثنين لهذا المقدار ثم تكامل من الاثنين إلى ثلاثة لهذا المقدار يعني نرجع نرجع السؤال نقول كان السؤال تكامل من واحد إلى ثلاثة لثنين وطلق 2x ناقص 4 dx أصبح تكامل من 1 إلى 2 من 1 إلى 2 للحالة سالبة اللي هي 2x ناقص 4 بالحالة السالبة dx نضيف له التكامل من 2 إلى 3 لاحظ من 2 إلى 3 بالحالة الموجبة اللي هي نفسها 2x ناقص 4 بالحالة الموجبة والباقي بصير دخل السالبة على القوس سالبة 2x موجبة 4 زائلة من 2 إلى 3 دخل الموجبة على القوس ما يأكثر على القوس والباقي تكامل نزيد الأس 1 نقسم عن الأس الجديد والما عنده x ننطي x لأنه هذا يعتبر x0 زيد 1 أس 4x أس 1 على 1 نختصرها إلى أنه ما عنده x نعطي x من 1 إلى 2 زائد نفس التكامل 2x الكل تربيه على 2 ناقص 4x من 2 إلى 3 تختصر إذا عندك اختصارات والباقي تعويض حد على وقت تكامل فنصفر المقدار الذي داخل القيمة المطلقة نبدأ بالحل إذن x تساوي 6 نضع 6 على خط الأعداد نضع بعد المقدار موجبا وقبل المقدار سالما ثم نضع حدود التكامل لاحظ الصفر قبل الستة الأربعة أيضا قبل الستة إذن ستة وما بعدها أصبحوا خارج أصبحوا خارج حدود التكامل التكامل فتهمل يعني يجب الالتزام بحدود التكامل مقطع يجب الالتزام بحدود التكامل إذن أختصر أقول أن تكامل من صفر إلى أربعة لمطلق x ناقص ستة دي x تساوي التكامل من صفر إلى أربعة للحالة السالبة فقط لأن الحالة الموجبة أصبحت خارج التكامل وتبدي تشرح للطالب تكامل من صفر إلى أربعة نفتح الأقواس ناقص x زائد ستة دي x ونبدي نكامل نزيد الأس واحد ونقسم على الأس الجديد والمعنز x نعطي x من صفر إلى أربعة وإلى آخر